السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطلبات آآ السنوية العامة ده الوقت موقع التنسيق الالكتروني آآ بالجامعات والمعاهد تم فتحه آآ هنا طبعا عشان خاطر ان يتم تسجيل الرغبات للمرحلة الاولى آآ طبعا هنا بقول لي هو هسيب لي الرابط لحضراتكم تحت في الديسكريبشن او في الوصف الفيديو بقول لي هنا الحصول على الرقم السري. اول حاجة لازم يكون معي عشان اقدر ان انا اعمل استمارة الرغبات لازم يكون معي الرقم الجلوس والرقم السري طب اجيب الرقم الجلوس والرقم السري منين الرقم الجلوس معاك لك الرقم السري حضرتك هتجيبه من المدرسة هنا بقول لي هو هتكيفية الحصول عليه هنا مديني مثال على الاستمارة اللي انت هتجيبها من المدرسة ادي الاستمارة هنا اسم الطالب هو هنا رقم الجلوس بتاعه ودي طبعا الاي الدراجات الموضحة بتاعته وهنا ادي الرقم السري سين شرطة دي الرقم السري بتاعك طبعا يا ريت يا ريت يا ريت ان الرقم الجلوس ورقم السر رقم الجلوس طبعا ممكن يكون في ناس عرفوه عشان خطر النتيجة وكلام ده كده. لكن الرقم السري يفضل بلاش يكون حد يعرفه غيرك. لان ممكن يحصل تعديل في اي حاجة في الرغبات بتاعتك او رغبات تتبدل او كده يبقى في مشكلة. لان انت طبعا ممكن ان انت بعد كده تدخل وتعدل الرغبات مرة تانية. لان الموقع مفتوح معاك خمس سيام لمدة خمس سيام. وبالتالي في مدة الخمس سيام ديت ممكن ان انت ايه هتقدر تعدل في الرغبات بتاعتك. هنا يمكنك الحصول على الرقم السري من استمارة الناجحة التي سلمتها من المدرسة والمكتوبة بالمكان الموضح. ادي الرقم السر هو يبقى دي هنجيبه من المدرسة من الاستمارة في المدرسة والمدارس هيبقى موجودة لايه الاستمارات دلوقتي. طيب بعد كده. بقولي هنا تسجيل الايه الرغبات. تسجيل المفتوح للمرحلة الاولى بحد ادنى. تلتمية اتنين وستين ونص للشعبة العلمية. وتلتمية تمانية وعشرين للشعبة الهندسية اللي هو علم الرياضة. ومتين تسعة وستين ونص للشعبة الادبية. طيب. حضرتك لو عاوز تسجل هتضغل هنا يا هوات موجود اضغط هنا لتسجيل رغباتك. هنبدأ نضغط تسجيل الرغبات. تختار نوع الشهادة اللي انت هحصل عليها من مدرس العلوم واللس دارس السنوية كان فيه ستم شوية. هنا طبعا الخطوات رقم الجلوس الرغبات السابقة لو احنا كنا البيانات الاسية ادخال وتعديل الرغبات تسجيل النهاية. دي الخطوات اللي احنا مشي. قادي مدرس السنوية العام. طبعا هنا دي الخطوة الاولى اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي ان انت بتدخل الرقم بتاع الجلوس بتاعك. وهنا بقول لي يفضل يعني انت ممكن طبعا تكتبه من الكيبورد بس هنا بقولك يفضل ان انت تكتب رقم الايه الرقم اللي هنا ده. اه هندخل الرقم اللي هو مسلا حتى في اللي هنا طبعا الرقم ده لسه ما حظه مش يجي لسه في الدور. اهود. ثلاثة ثلاثة ثمانية ثمانية ثلاثة واحد ارباح. دي خاصة بالمسح خاصة بالرقم السري. هنجيب الرقم السري هو اتنين تحت. خمسة اتنين ارباح واحد خمسة تمانية خمسة سبعة. طيب بعد كده. بقول لي هنا في رقم تأكيده. طبعا الرقم التأكيده ده عشان يتأكد من اللي جاعد عليه شخص طبيعي. بني ادم يعني مش او اي حياة من ديت. لو انت حضرتك شايف الرقم كويس هتكتب الرقم هنا في قاعد كتابة الرقم التأكيد. لو الرقم في مشكلة جدامك او انت مش واخد بالك من الرقم هتضغط على تغيير هنا هيروح جاي ايه مغير لي الرقم بالشكل ده كده. تمام الرقم هنبدأ نكتبه هنا من الكيبورد عادي تسعة زيرو ستة زيرو سبعة زيرو. طبعا انا بقول لي ان ده معمول لكل تهندسة ماشي. هنا خلصت كده انا خلصت لايه رقم الجلوس اللي هي الخطوة رقم واحد ده. هضغط على الخطوة السالية. ازا كان حضرتك من ضمن اللي ينطبق عليهم شروط الرغبات اللي هو للمرحلة الاولى هيدخلني على اللي هي القيمة ايه الرغبات بتاعتي. ويفضل ان انت تبدأ تختار بعناية الرغبات. تختار من الاجرب للابعد. او على حسب ما انت عاوز تختار الكليات كليات وراء بعضيها تباعا وبعدين تختار المكان بتاعها. تمام كده عشان خاطر مش يحصل لاخبطة. وتقدر زي ما قلنا ان انت تدخل تاني على الخطوات الرغبات السابقة وتعدل في الرغبات بتاعتك. البيانات الاساسية. طبعا انا بقول لي فوجة هوت الخطوة الاولى بعد ما دخلت الرقم لما يمكنك ادخل او تعديل رغباتك الان. ليه? لان انت في المرحلة المقبلة. يعني المرحلة ديت مش الايه? مش الرقم الجوز اللي ما الوزارة رفعه ده او اللي هو حطاه تجريبي. ده مش موجود دلوقتي في الرغبات دي. طبعا ممكن يكون شخص طبيعي وممكن يكون شخص ده يعني هم عاملين بس اه حياة كده عشان خطر ان احنا لدي عليها مسال زي كده. طيب. اه البيانات الاساسية ديت لازم تتأكد ان البيانات ديت هي البيانات بتاعتك زي الاسم والمجموع ومجموع المواد والتخصص والادارة بتاعتك اللي انت ايه فيها? بيانة الرغبات اختار رغباتك. البيانات الاساسية لازم تتأكد ان انت فاتح البيانات ديت بتاعتك انت. واحد يقول لي طبعا احنا حامليني الرقم الجلوس من الاول. ماشي ما انت تتأكد برضو ان دي بياناتك واده المرحلة بتاعتك والمدرسة او بتاعتك. كل البيانات ديت البيانات الاصلية بتاعتك. عشان مش يحصل مشكلة. رقم اربعة اللي هي مرحلة تعديل الرغبات. اهيض. تعديل الرغبات. اللي احنا قلنا ان هو مسلا المرحلة الاولى مفتوحة لها خمس ايام. فبالتالي ان حضرتك قدامك في الخمس ايام تقدر ان انت تدخل وتعدل. هيديك الرغبات بتاعتك وتبدأ ان انت تعمل رغبات جديدة او تعدل في الرغبات زي ما انت عاوز. اه طبعا اه اول مرة بتكون فاضية بعد كده بتبقي مليانة الرغبات اللي انت اخترتها. طبعا بتراعي فيها القواعد التوزيع الجغرافي اللي انت منين من الشرجية مسلا ولا من القهارة ولا كم ده كله فبتختار المكان. اه اشتيازات الاختيارات اختبارات القبول والقدرات واللي احنا هنقول ها دلوقتي. اه اللي لازم زي مسلا كليات اللي بتختار بنيم فقط الكليات البنات الكليات اللي بتطلب اه رسم مسلا التربية الفنية اللي هي كليات التربية النوعية وكام ده كله. اخر حاجة تسجيل الرغبات. ودي بعد ما بننتهي من قيمة الرغبات وبعد ما بتتأكد ان انت مش هتعدل الرغبات وخلصت هيجي يقول لك انت كده خلصت امر التسجيل تم اصدار امر التسجيل الالكتروني لتخزين رغباتك. فقاعدة البيانات بالطول. كده اول ما هيتخزن بيانات بتاعتك في الحاسب الالي هيبدأ التنسيق ايه وبعد التسجيل الالكتروني يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها عشان تقدر ان انت تعملها عملية ايه الطباعة? بعد ما تطبع كده خلاص خلصت كده كل الحكاية وكده خلاص ايبى فيه اخر حاجة الملف. ووضع اه هتحط كده يمكنك حفظها في الملف اللي هو بتاع التجديم للكلية. ووضع في البريد الالكتروني الخاص بك سيتم ارسال اصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الالكترونية. وكده يباحنا انت هنا من الايه الحكاية دي. طيب. خد بال حضرتك كمان ان انا عندي في الموقع هنا بقول لي هنا خدمات تنسيق برضو هنا دي خدمات تنسيق مفتوحة لكله وكلام ده كله. هنا طبعا بقول لي خدمات تنسيق السنوان العامة وتنسيق الازهارية ومدارس النيل وكلام ده كله. بص حضرتك كده برضو في الصفحة البداية اللي انا هرفع لك عليها الرابط بتاع الديسكريبشن. هنا خلنا هخلصنا كده من تسجيل الرغبات وكلام ده كله. طب فيه ناس عاوزة تشوف القدرات اللي هي امتحانات القدرات واختبارات القدرات. طيب هعملها من نجل بصها اضغط هنا للحجز الاداء اختبارات القدرات. والمعرفة النتائج التي وردت حتى الآن. وفي هنا دليل القواعد التنسيق والقبول بالايه بالكليات والمعاهد. تقدر ان انت تفتح دليل القبول اهوة مسلا. دليل القبول بالكليات والمعاهد. لان كل حياة طبعا الكترونية وبالتالي ممكن تشوف الايه الحياة التعاوز. ادي القواعد العامة للتنسيق خطوات التنسيق الكلام ده كله. قوام اللي ايه الكليات الشعبة الهندسية الشعبة الادبية الكلام ده كله. هنا طيب هندخل هنا اضغط هنا لحجز الاختبار القدرات. عشان اقدر ادخل اختبارات القدرات بالكليات بالتاحة. هنا بقول ايه مصدر الشهادة اللي انت حصل عليها السنوية. اما درس النظام العام الواحد ولا ستيم العلوم والتكنولوجيا ولا مدارس النيل ولا البعث المصريب السودان. بتختار المكاليت تعاوزه. طبعا زي ما قلنا برضو هتدخل الرقم الجلوسي بتاعك. هنا. الرقم القومي. الرقم الموجود بالصورة الاسفل اللي هو الرقم ده. تمانية اتنين زيرو تمانية تسعة زيرو. يبا هنتدخل القائم هنا. نشوف مسلا على المسال بتاع التربية والتعليم اللي اللي نحطينه. تلاتة تمانية تمانية تلاتة واحد اربعة. ونجيب الرقم القومي من ناحية تانية كده هنا الناحية دي. اتنين تسعة اربعة زيرو خمسة زيرو زيرو. ادي هنا كده مسلا ده الرقم القومي ونحط هنا الصورة تمانية اتنين زيرو تمانية تسعة زيرو. وبنأكد تاني يا جماعة ان الرقم السري لابد يكون انت الوحيد اللي موجود. طبعا هنا بقول لي في خطأ يبا ايه ازا الصورة بتاعت السيكيرت او السيكيرت اللي هو الرقم السري للوزارة رفعه هو بيان تمثيله بس على كده. يبا انت هتدخل هنا عشان تحجز امتحان القدرات بتاعتك وتختار الكليات اللي هي اللي بتحتاج ان انت تكون مجدم فيها الاول. زي كليات التربية النوعية وكليات اخرى اللي هي بتوب خاصة بالعملية ديت بتاعت ان انت تحجز فيها اختبارات قدرات. اتمنى ان يكونوا وفقنا وان شاء الله هنحاول ان احنا نجيب اه بيانات اه بحيس ان احنا ندخل ونوريكم برضو الشغل التاني. اتمنى للكو التوفيق ان شاء الله. والتوفيق في جماعة الكليات والمعاهد ان شاء الله لجماعة ابنائنا الطلبة والطلبات. السلام عليكم وبركاته. كان معكم استاذ امين عبد حسيبي ترجمة نانسي قنقر